دور النقابة وين فيما يتعلق بهذه الإشكالية أنا شكرا جزيلا حقيقة إنه طلالتي الأولى على الجمهور الكريم من خلال قناتكم وإن شاء الله نكون خير خدم لأهننا ومواطنين من ناحية وخير عون لزملاءنا نحن نبغي مهنة طبية عالية المستوى ونبغي مقدمي خدمة طبية عالية المستوى نتمنى أنه نوفق بهذه المهمة إذن هاي أول مشاكل رح نطرحها لك سيادة النبي نحن حاضرين أولا حضرتك بديئة تقريرك ببلد الألف ليلة وليلة وأنا أقول بلد الألفي وخمسمائة طبيب بدون رواتب طيل الفترة السابقة 2500 إلى 5000 طبيب بالوقت الحاضر اللي هما درسوا الـ 24 سنة والذين هما يعتبرون عباقرة العراق من كل النواحي وصلوا إلى هذا المستوى إن كافئهم بعد التخرج بتعيينهم وزجهم في وباء كورونا ومع ذلك لم نقدم لهم الكثير من الأمور واحدة من الأعطاء للرواتب وين المشكلة دكتور؟ المشكلة في الروتين الحكومي وعدم وجود رؤية حقيقية للنظام الصحي ولأهمية الكوادر الصحية أولا الأطباء الشباب ذولهم رمز العراق وفخرة وهم مستقبلا هم العلم وهم الصحة وهم الشخصية الوطنية اللي نقدر نتباه بها بالخارج نحن كل دول العالم بالحقيقة تقيم علماءها وتضعهم في المستوى العالي ما عدا اللي صار عندنا بالعراق وهذا مع الأسف طبعا يراد أنه نبحث أسباب وأسبابها هي كثيرة لها علاقة بالوضع السياسي المهم من الأشياء اللي نعاني من عثب الوقت الحاضر الشباب الأطباء الشباب قد يكون وصل بهم الحد أنه ما عدهم لقمة العيش ووصلت نهاية الحادثة ومن ألسنهم قال دكتور أنا هس الكروة بالطريقة أنا ما عندي أجي لك فلما نضع علمائنا وعلماء المستقبل في هذا الوضع وفي هذه الصدمة الكبيرة أمام عملهم أهم هنا متواجلة لكن حبيت تستوضح لي أكثر ما هو دور النقابة نعم نحن النقابة هما ولدنا نحن من جاي نكرم عليهم نحن جاي نخدم لهم لأن هي النقابة في خدمة جمهورها لهم الأطباء نحن من أول يوم شنهمهم وصار أول ما تم الفوز من النقاب المنصب النقيب بعد ما مستلم كانت لي أول زيارة إلى السيد وزير الصحة وسيد وزير الصحة بعد يعني ما صاير بشكل رسمي تحدثنا وكان جدا متجاوب وهو حامل همومهم وإلى درجة أنه طرح الموضوع بعد نحن نتحدث به وأول موضوع صار الحديث به هو هذا النقضة